بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته معاك استاذ وديد المعدوي من GFX Academy.net محاضر و 3d animator النهاردة هتكلم على موضوع مختلف شؤية. اه وهو ازاي تبدأ معاك او فن او فن تحريك الشخصيات او او المخروقات او عموما تحريك لاي اوبجيت. الانيميشن يا جماعة هو من العلوم اللي عايزة دراسة كتير. الانيميشن من العلوم اللي عايزة بحث كتير. وعايزة على قد ما تقدر تلم معلومات وتطبق عليها. لميت معلومات على قد ما تقدر وماتيريال من كل حيط ما طبقتش انت ما عملتش اي حاجة. انت بس تعبت نفسك على الفرد. كوة اي حد او مهارة اي حد بتكسدها من التطبيق. ودي حاجة معروفة. مهارة يعني تطبيق لشيء معين لغاية لما بيبقى مهارة عندك. الفة نظر للموضوحة في المهارة دي. انت لما تكون عايز تكسب مهارة. تبقى في حياتك او اه في شغلك او في برنامج بتاعك او طريقتك في الحياة واي اي حاجة سيء يعني ايا كان. كل ما هو عليك الا انك تعرف انت عايز ايه بالزبط. برقم واحد. رقم اتنين. تجمع علومات عنها كتير. رقم تلاتة تطبق واتوازب على التطبيق. طبقت وازبت على التطبيق مع الخطوطين اللي قبل كده هتبدأ تبقى مهارة عنك. يعني ايه مهارة? مهارة يعني بتاعتك او مهارتك انت الشخصية بدأت ترتفع. جاوز بتعملك بدأ يرتفع بالتطبيق الكتير. غير كده وكده انه انت لما بتعمل تطبيقات. محتاج حد يكون متخصص واكد عليه يكون متخصص انه ينقض عملك. ليه? لو انت رفعت تطبيقك على اي جروب. على الفيسبوك او اليوتيوب او اي اه موقع سوشال ميديا. ممكن الناس تقول لما تديكش فيدباك خالص. ممكن الناس اه تديك فيدباك. اي كلام مش هده اللي انت عايزه. وانت تستغرب في الاول وفي الاخر تطبيق. ازاي وفي ايه? هم اقول لك العمل بتاعي ما يبقاش اه اه بالجودة مسلا ان حد ينقضه او اي حاجة. قول لك لأ انت تركت باب مش مزبوط. الباب المزبوط انت المفروض اه تترك عليه انك تعمل تطبيقات وعلى قد ما بتقدر تعمل ريبلاي. ريبلاي بشغلة انا مسلا شغال على الماكسل. فلان نعمل بشغلة ريبلاي. واشوف شغل عامل ازاي. وانكد شغلي انا بعيني الناقد. لحد ما يقس من نقد شغلي. لانت لما انا انا مش شايف حاجة خلاص بقى في شغلي بعد كده اقوى من كده. اه بعد كده بتبدأ بقى تشوف الناس المتخصصة فعلا. في المجال بتاعك. او في تحريك الشخصيات او تحريك عموما يعني. تبدأ تشوف بقى ناس. اه يكونوا فعلا متخصصين وبدأوا ينكدوا الشغل بتاعك. وتاخد بقى النقد صح بتاعهم. وبتبدأ تزبط عليه شغلك. وبتبقى تعيد الشغل او تزبط الشغل مش تعيده يعني تضبط النقط الضعف اللي فيه. وبتبدأ تعدوا عليهم مرة تانية. ومرة تالتة. لحد ما يبقى مفوش اي يوم. بكده بتقدر انت بعد كده تعمل الشوريت بتاعك او تعمل تعرض عملك اه بعد كده وتطور مستويك. هو ده الطريقة الصح اللي تقدر تستفيد منها. غير كده ما يعني ما ما فيش يعني ما اعتقدش ان فيه اي حاجة مجدية فعلا. الممارسة والنقد المستمر. انا فتح مثلا ملف. فانا المفخوضة انت لو لما تعمل مقطع تمام بتبدأ انت على طول دايما بتشوف ايه اللي غلط في المقطع بتاعك وايه اللي فيه. بعدين بتبدأ على طول تعمل ريبلاي ريبلاي. ورا بعض بغايت لما تشوف النقد التمام وزي ما احنا قلنا قبل كده. مش هنتكلم كتير حيبت بقى نتكلم في موضوع النهار. انا كنت اطلقت ورشة من الفترة ورشة انا ميشن كبيرة اندرازة فيها اربع شهور مجانية تماما. فيه ناس بتقول انت مجنون ما فيش حد بيعمل كده. اللهم الله يعني خلينا مجانين عشان بس ايه الناس حيلها شوية في المجال ده ونبدأ آآ نساعد الناس شوية. هنشتغل على اول حاجة في الانميشن. الف به الانميشن. وده يمكن المحاضرة دي بيستنيها ناس كتير او لانا هقوله دلوقتي بيستنيها ناس كتير. الطريق المزبوط انت تبقى الاميتر. قول لك والله الطريق المزبوط قبل اي حاجة هوا هدفك. انت عايز تبقى الانميتر الا. هتقول لي اه اه يا عم انا عايز ابقى الانميتر. قول لك لا والله مش مش لازم يعني مش لازم انت عشان بتحب حاجة. تبقى لأ تبقى تبقى الانميتر عشان انت بتحب كده بس. انت لازم يكون عندك الموهبة الانميشن بالزات عايز الموهبة قبل الرغبة. يعني انت تكون عندك الاحساس اصلا بالشغل بتاعك. من قبل ما انت تحب المجال. يعني انت اساسا لو شايف انك اناميتر هتبقى اناميتر شاطر وما عندكش الاحساس بالحركة مهما عملت مش هتطلع شغلك كويس. طيب. خلينا نشوف انا هنعمل ايه? هنعمل اول درس في الانميشن او تعليم فن الانميشن عن التحريك. هو ده تمرين بسيط وبدائي. واساسي لاي اي اناميتر او اي حد عايز يتعلم فن التحريك. انا اشتغل على الماكس الفين واربعتشر. اي نسخة عندك تقدر تشتغل بيها. لو انت شغل على السينما. بيش مشكلة لو انت شغل على المايا. لو انت شغلتو دي اوش اي مشكلة. خد السيكونس اللي انا هقول عليه. وطبقه على البرنامج بتاعك وريني تطبيعه. المطلوب منك فاول حاجة تعملها او اول حاجة انت تتعلمها كانميتر هو الباونسين بول. لعبة الكرة لكرة نتقطة. ايه كرة نتقطة? يعني هدني هتعلم اناميشن عشان ازلنا ازبع. انا نتقط في كورة. اقول لك اه نتقطة الكورة بس انت نتقطها. نتقطها كويس وخليها كده واحنا شايفينها كأنها تطبيعية. يبقى انت كده عملت التمرين وانت كده ممكن تكمل معنا. غير كده ما ينفعش تكمل معنا. يعني ما ينفعش او الاقي بعد شهر او شهر ونص الناس عمل بول غلط مع اني قدمت كل الماتيريال اللي تفيدهم وعملينها لغلط لانت كده مش مركز. انت كده مش مركز. انا هعمل سفير. من القائمة دي. من قائمة الكرياشن. في سفير. كورة موجودة في اي برنامج. وهاجي على ال top على الفرانس اليوه. وهاجي عامل السفير دي كده. كورة كورة عادية جدا ايه. وارح على وكبره بالشاخد ايه. حددت عليه. نورد الناس اللي هزه الطرف الماكس. حددت على ال في بورت اللي انا عايزها. بكليك في النص لان انا لسه داخل جوه. خلينا نجيب من الاول تاني. او اول حاجة هضغط على ال في بورت اللي انا عايزها في اربع في 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 طب في الف. لو انا جيت هنا. وعملت سفير. كورة عادية جدا اوكي. وبعدين راح تغيز ضغط على او او ده هو ده. عشان اطلع من ده لو انت عايز مسلا تعمل الردياس بتاعها حاجة معنا خمسة عشرين مسلا اوكي. معروف دي بتعمليه دي بيت نعم الشكل بتاعنا. انا مش عايز غير كده عايز بقى اضغط هنا او 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 هنا على البرسبكتف وهاجي على الالت و هلاقي نفسي كبرت بجي بورد مشاكلة بعمل هولد الالت و هولد ميدل بوتن في الموز بتاعتي بلاقي نفسي لعمل ايه حركة سين مشاكلة او انا شلت ايدي من على الالت و استخدمت الكليك في الوسط بتاعة الماوس هوسع ايه بظهرت لكده و ابدأ اعمل بان زي ما انا عايز في الملف البتاعي بضغط كده و عايز بقى ابدأ اعمل اول تمرين في فاند الانمشن يعني على طول بلاقي الكرة بتتنطط قدامي بدون توقف بدون توقف اا على او بالحركة انا عايز اخلي الشكل ده وقع شوية باجي على وطلع دي فوق شوية اشتغل اوكي عشان ده اللي هاديني يعني زي رؤية كده كويسة باجي هنا مسلا بعمل حاجة زي كده او حاجة بسيطة كده عشان تبدأ الكرة ستنطط عليها باجي هنا على وهبدأ بقى اشتغل على البول زي ما انا عايز اوكي باجي على سلايد تايم سلايدر ممسك كده وبتحرق الملعي زي اي برنامج زي اي برنامج دي موجود في تايم سلايدر وزي اي برنامج دي في فريمز دي عبارة عن فريمز تبدأ لتحرق جوه عشان اشتغل واعمل كي فريمات وابدأ اشتغل بعمل هنا في حالة اسمه هنا او اوتو كي بضغط عليه عشان انا بديني امكانات انا لو حرقت اوتوماتيك في اي فريم دي كاريت لي عطول كي فريم بس بليز يعني بكيرفول جدا لان انت كده بكت عامل مع فريمات اوتوماتيك مجرد ما اتحرق في اي حتة لو انت سرحيا عطول بيتنزل لكي فريم انا هيروح على اول فريم وعادة ان بعمل كي فريم مانوال والمطلوب مني اللي انا هبتدأ لتنطط في مكانها ازاي نططة في مكانها انا ما عرفش الحاجات دي كلها طيب خلينا نشوف في الدرس التاني من الماكس انميشن فور الانمياتورز انا كنت شرحت تايم كونفجراشن هاخلي الاند تايم مسلا تمانين او سبعين غول او كي لابا عندي سبعين فريم مبدئيا انا عايز الكورة دي هتنزل تضرب في الارض وتطلع مكانها تاني مكانها مش هتاخد حاجة تدريجية لا انا اعايز البايزيك اللي هو الباونسن بود البيزيك في مكانها يعني انا عايز البداية تبقى فوق رقم اثنين وانت بتحدي المشهد بتاعه وتبتخطط له تحت رقم تلاتة فوق برضو يبقى فوق رقم واحد وتلاتة زي بعض انا ممكن ااخد الفريم الاخير ده وعمل له كيفريم كده بالشكل ده يبقى انا واحد وتلاتة زي بعض بالضبط هيغى النص وارح جايي ننزلها تحت لحد ما تلمس الارض بالشكل ده يبقى انا عندي بعد كده النوع الكرة اللي انت اعتخالي النوع الكرة دي كرة مطاطية مثلا اوكي وبتنطف مكانها يبقى انا عايز احس بالغواز بالماء انا شايف في ناس كتير عمات لي كده الكرة بتضحق تنزل وتطلع اه انت كده عملت ما عملتش انميشن انت كده يعني اي حد ممكن اعمل كده المشكلة عني تطلع فوق وتنزل تحت او تروح من حتة لحتة دي بفعش مشكلة اي حد ممكن اعمل انما اللي انا عايز احس بالطايم بتاعها احس بالسبيسنج بتاعها احس بوزنها اوكي فانا بكل بساطة في حال اسمها جراف ايديتور فاي برنامج سري دي بجيب الجراف ايديتور من هنا جراف ايديتور وفيها اسمها كيرف ايديتور هو ده اللي انا عايزي تمام هاجي هاختار نظام بتاعي الاحلسيات اللوكل ده يعني بيقسلك احلسيات بتاعك نفسه بالعالم الخريف اوكي فخليل الزد فوق تمام طبعا ما فيش اي دوران فانا بستخدم يعني انا يعني ايه اللي انا حرقت او عنصر من مكان لمكاني ده بوزيشن من بوزيشن لبوزيشن وكنا اخذنا في الفيديو التاني او تاك تقريبا في السلسلة بتاعتنا في الوارشة الميشن ده اللي انا عملته دلوقتي عملت اول حاجة في في الشغل التاعي انا عملت الكي بوزيشنز التاعتي عملت رقم واحد رقم تلاتة رقم اتنين ده انا كده حطيت الكي فريمز كل واحد مكانه بناء على تخطيط المشهد ده اللي انا عملته خطط المشهد واحطيته في محور زد فوق انا هاجي على البوزيشن زد اول سيلاقيه بالشكل ده في اي برنامج سيلي بيها هتلاقيه الكيرف عندك بالشكل ده انا في الجراف ايتر الموضوع عندي ماكوز فانا هخلي النقطتين دول النقطتين دول كده تحت والنقطة دي فوق بحس ايه لو جد عملت عملت كده هي هي نفس الحركة بس عشان اقدر اسيطر على الجراف من هنا تعالي نشوف الفيطر ازاي هتختار الدكتين دوله تخليهم لانير في هنا حاجات كتير ممكن تستخدمها اشكال في 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 حاجات كتير او في كله هنعرفه في درس الجراف ايتر ان شاء الله بالظبط بس انا احبب اقول لك ايه هتكتيف الناس في شغل 3D ايه هتكتيف في الموضوع والناس برضو كده في الشغاله عشان تفهم بس الامور مش هزئي او لقيت اي فرحيلة كده انت ممكن تزبطها في الفريم وبتسعى لو شاكت وتروحها في الفريم انت عايزه وبتسيب هيتظهر لك حاجة كده اوكي ده بيعمل لك قبيم الفريم للفريم عشان يعمل لوب على طول نعمل كده جميل اذا انا اريد بعد الخطوة دي اخد كوال ده واتلاقي هنا في الـ Time Slider حاجة اسمها Configure هتظهر Selection Reaction هتظهر لك الـ Time ده او السلايدر ده هتروح جاية اعمل كده اقول له مثلا انا هجبها في النص هخلي بس الـ Time لحد 40 وهزبط هنطايم بـ 40 عشان يفريد لي على الـ Time كله هنا بدأت الحركة تظهر شوية تعالي نشوف ممكن نعمل ايه لو انا جيت كده هنا الاثنين دول جيت عملت تانجنت بتاعهم حيث انه هو يبقى manual يظهر لي الـ Handler ده اسمه Handler ممكن نمسك الـ 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 frame ده وروح كده يزبطه كده وروح كده نطلع دي فوق ونطلع دي فوق كمان تبقى الكيرفي بالشياء كده طيب المفروض اللي هو بدم الكرة فوق ان المفروض اللي دي سرعة النزول بتاعها سرعة النزول بتاعها اسرع ان انا لو انا كده بتروح نازلة سريع وان تبدأ تبطق لانها واخد كيرف فما بتظهرش حقيقية اوكي فانا كده بظهرها بتروح نازلة بقوّل ارتطان بالارض اه كده بقوّل ارتطان بالارض اهي اهي بدأت اصرع الارتطان بالارض بشكل ده انا عايز بقى بعد كده انا سرعت الارتطان بقى كويس انا عايز الوقت تقعد فوق شوية الكوره عشان تحسسني ان هي بتقعد فاطرة نقوس في الهوى في اعلى نقطة باجي عند الفريم في النص تمام ووقف كده وراح جاي شادد الهاندلر ده وراح جاي شادد الهاندلر ده ارتطف شوية تعالي نشوف كده يا بنا كده خليت الكوره عنا ازاي تعالي راجع كده برجع على ده برجع على ده سرعة المنزول اسرع يا بنا الكوره دلوقتي شايف الحتة دي لانا انا هحدد لك برنامج التسليل الحتة دي كده هي فترة مكوس في المنطقة دي فترة مكوس الكوره هي فترة مكوس الكوره عندي في الهوى تقريباً فتبدأ تبطأ تبطأ قوي 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 وبعدين تبدأ تطلع فوق وتوقف شوية وبعدين تبدأ بطيئة وطيئة تنزل بقى سريعة بالشكلة خلينا نشوف بعد ما عدلنا في الكيرفيريتور بقت حاجة زي كده تمام لو عايز تسرع شوية كمان كل اللي هعمله هعمل مساء من هنا يستغل بقى الدرس التاني time configuration هتعمل configuration time بتاعك وتخليها بدل ملين ستاعة عربعين ممكن اقديله شوية تلاتين اوكي بيبدأ يوزع لي محركة بتاعتها على تلاتين فرين بتعمل اوكي كده اعتقد ان كده بدأت تبقى احسن كتير يو ده sequence اللي ما علي هشتغل بي بس انا طرحت البرنامج من فترة بس هو للأسف يعني في ناس برضو لسه مش عارفة توصل والمنطقة دي كده هيا الموضوع كل انا ابطق تسارع الكورة فوق واصرع تسارع الكورة تحت في المنطقة دي بس كده اوكي بعد كده بعد ما بزبط الكير بيتور بتاعي ممكن ازبط بتاعي بحيس ان انا اخليها ريال بالشكل ده كده خلي الكورة دي مش هيصحى شوية خليها بيضة وخليها هيا نروح على الاعمال كده دي النتيجة اللي انا عايزها في اول التمرين للتعلم فاني الانيميشن باذن الله في مستر كلاس هيتعامل يعني الكورة اللي النطاطة اللي بتنط من الشمال او من الشمال او بتنط عبر الشاشة هس انها تظهر رياليستيك قوي اه ده بس اه هقدر ها خلي الناس اللي نجحت في عمل الاختبار ده او التمرين البسيط ده هي بس اللي هتحضروا وهيكون برايفت هيكون من خلال قناة مسموح لك ان انت فيها انت تتكلم وتنقشني وكل حاجة الصوت والصورة باذن الله منتظر بقى تفاعل بعد الدرس ده يعني كده خلاص اه اعتقد انا فكيف التلصم دي شوية كان معاكم سيدوز مع الدولة جي اف بي اكس اكاديمي واتمنى اني اكون افت بالتمرين البسيط ده وبالمعلومات البسيط ده شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برضو كنت عايز اتكلم عن حاجة مهمة جدا حتة الجماعة بتو دي برضو وعشان برضو نقدر قلنا سيري دي او تو دي يتعلم اكتر او يسهم اكتر حتة الجوستنج يا جماعة اي برنامج سيري دي او اي برنامج تو دي دلوقتي في حتة الجوستنج انا عندي الجوستنج باخد من فيوز والشو جوستنج اوكي لو انا جد حركت بقى بالشكل ده هو ده الجوستنج الجوستنج ده بتوع سيري دي هيتعلم منه اوي 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 بيوريني ازاي شغلها ازاي مدى تقارب الكي فريمز مدى تقارب الشكل والكي فريمز من بعضها عشان تديني الحركة المطلوبة لو انا جيت حركت وسكت كده وخلتها في الفريم رقم 1 تمام وحركت شوف انت عشان تدي سرعة كما تعلمنا في الفيديو الثاني في الورشة وحركت الحجة الهاتف قالنا انت كل ما بعدت الفريمز كل شكل من دول بفريم كل ما بعدت الاشكال بينها كل ما بقت الحركة اسرع وكل ما قربت كل ما تقطق فانا دلوقتي تحت سريعة فانا دلوقتي تحت سريعة وحركت فانا دلوقتي تحت سريعة فانا دلوقتي تحت سريعة فانا دلوقتي كل ما اطلعتها فوق وكل ما بسيت ان الكرة تقل ثم انت انت بقى ما عندك من فريم رقم ناين تسعة المسلح بدأت تقرب قوي بينها ومن بعد لحد فوق خالص ما فيش ادوب حركة بين 14 و 15 ما فيش حاجة بسيطة قوي فوق لو انا ملاحظ بص هنا الخط ده الجايد ده 14 و 15 ما فيش حاجة بسيطة جدا بعد دول عشرة سيفطلع لي بس يدوب حاجة زي النص المربع ده وبعد كده طلع لي حاجة بقى يعني المسافة اقل شوية وبعد كده بدأ يقل لي في الطلق ده اللي ادني انت باطل اجماعة فوق خالص ادني الشكل بتاعها النهائي اللي هي بطيقة فوق نفس الحكاية بطيقة بطيقة بتنزل بيبدأ الشكل يبعد عن بعض ويبعد يبعد بدأ يبقى اخر واحدة هي ابعد واحدة وهي في المكان الصحيح بتاعت الكيبوزيشنا اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول اوكي لتباطق لاحظ معين بطيقة 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 لما تنزل بطيقة 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 بطيقة